الدكتور البردعي من أصحاب النفس الطويل وسيكمل المشوار اللي هو بيرجوه بيتمناه ولا النفس قصير والله أنا يعني على حد معرفة يبيه البسيطة في ساعات معدودة في ساعات معدودة يعني أعتقد النفسه مش طويل يعني وخاصة أنه هو يعني كثير الأصفار والكثير الأصفار ده يعني صعب عليه أنه هو يبقى فيه تواصل بينه وبين الناس وتواصل بينه وبين حتى مجموعته يعني النهاردة المجموعة كانت أمنى حاضركت حاجة وخمسين النهاردة كان فيه اجتماع؟ لا لا يعني في الوقت ده في الوقت ده يعني كانت هي حوالي خمسة وخمسين ستين واحد النهاردة تقلصت على خمسة ستة يعني اللي حواليه يعني فسفروا كتير ده برا وتواجدوا في الخارج كتير بيوجد الفرقة والتباعد بينه وبين حتى المريدين له أو أنصاره أو المحطين به أخيرا البعض مش قادر حقيقة على مستوى المتواضع جدا نحدد عدد هذا البعض أو كميته بيرى في أداء جمال مبارك أداءا متميزا ورائعا سياسيا وأنه قاد ثورة تغيير في الحزب الوطني وفي لاجنة السياسات تقيم الكلام ده بإيه؟ والله إذا كان ده قاصر على نشاطه في الحزب يبقى كويس يعني كراجل حزبي كويس إنما هل هذا مثلا يؤهله أنه يكون رئيس ولا لأ ده شيء تاني يعني على شان يعني أنا عايز أقول له حضرتك مثلا أي رئيس أو أي مرشح لمركز كبير لازم يقول هو يعني سياسله إيه؟ ونوى على إيه؟ يعني واخد بال حضرتك يعني لازم يصدر بيان أو يصدر تقرير يوضح فيه سياسله حتكون إيه؟ هو الرجل ما قالش إن أنا مرشح ولا نطاق في يوم الإيه؟ يعني أنا بفصل بين الناس كلها عارفة إنه هو طب الناس عارفة منين إذا كان هو مرشحش؟ ما أنا بقول له حضرتك لا يعني الشواهد تقطع بكده يعني الشواهد تقطع بأنه فيما لو إن سياد الرئيس حسني مبارك ما رشحش نفسه يعني المفروض اللي يرشح نفسه حيبقى كمال مبارك يعني الظواهر تقطع بكده إنما أنا بقول لحضرتك يعني مركزه في الحزب ودوره في الحزب ما فيش شك إنه هو دور كويس بالنسبة للحزب الوطني إنما الشق الثاني اللي هو ترشيحه لانتخابات الرئاسة أو بتاعه ده يستدعي ضروري إنه هو يصدر بيان أو برنامج لترشيحه بحيث إن الناس يعرف هو بيفكر إزاي ونوي عليه لو حبيت تختم مع حضرتك برسالة توجهها لجمال مبارك تقول له إيه؟ أقول لجمال مبارك يعني مصر تحتاج إلى تغييرات كثيرة جدا 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 سواء في الناحية السياسية أو الناحية الاقتصادية أو الناحية الاجتماعية ونحن نأمل فيك وفي الكثيرين من المحيطين بيك ومن الأحزاب الأخرى أنهم يتكتفوا ويتعاونهم في سبيل إن مصر تتقدم إلى الأمام وليس إلى الخلف لأن في دول كثيرة جدا كنا نسبقها بكثير بكثير جدا وسبقتنا الآن بمراحل وإحنا ما زلنا في عداد الدول المتخلفة نسبيا فإحنا قدامنا مشوار طويل وعايزين جهد كبير نتعاون فيه كلنا حزب وطني وحزب وفد حزب تجمع كل الطواقف ديت تتظافر علشان مصر ترقى وتصعد وتبقى في مصاف الدول المتقدمة والمحترم أخيرا مجد الجلاد كان ضيفي من أقل من أسبوع وسألته هل ترشح جمال مبارك رئيسا للجمهورية هل لي أيوة أرشحه ولكن بشرط أن يأتي بعد رئيس آخر لمصر بعيد على حضرتك نفس السؤال ترشح جمال مبارك رئيسا للجمهورية ما أقدرش أرشح جمال مبارك ولا غير جمال مبارك إلا ما أعرف البيان بتاعه وتقريره بالنسبة للمستقبل إيه وأنا مش هاخد واحد كده يعني أختاره وأنا معرفش هو بيفكر إزاي ولا ناوي يعمل إيه ولا بيفكر الحلول بتاعته حتبقى المشاكل لنا الجسام اللي هي محيطة بنا من كل نايم صحة وتعليم وإسكان وإيه 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 عد زي ما أنت عايزه حيعمل فيهم إيه طيب بيقولنا فبناءا على الهيقولهلنا الهيقولهلنا اللي هيقولنا أقدر أقول ده يصلح ولا لا يصلح